نذهب لمنتخبنا الوطني المنتخب الأول الذي يلتقي مساء اليوم منتخب سربيا المباراة ستكون على الهواء مباشرة أيضا بإذن الله وكذلك مباراة جمايكا دائما عبر شاشتكم قناة الأردن الرياضي هذه تدريبات منتخبنا التي كانت الأسبوع الماضي هنا في العاصمة عمان بحضور كل اللاعبين وبالتشكيلة التي تم اختيارها للمبارتين الوديتين أمام سربيا وأمام جمايكا هناك في النمسا وبالتأكيد إقامة مثل هذه المعسكرات يتطلب تحضير مبكر من الاتحاد الأردن لكرة القدم إقامتها في بعض الدول الأوروبية هناك أعتقد شركات كابتن بسام الخطيب تقوم بتنظيم مثل هذه الأمور تستدعي أكثر من منتخب يعني أنا مباراة بشوف أيضا منتخب قطر موجود في النمسا منتخب جمايكا منتخب الأردن منتخب سربيا وبالتالي العمل موضوع مش بس يعني صار فيه بيزنس على مستوى عالي أكيد بجزء قبل فترة بسيطة بالفترة الشتوية من شاهد المنتخبات هاي بتواجه في دبي صحي أو قطر صحي فهو دائما الأجواء المناسبة هي اللي بتكون جاذبة للمنتخبات العالمية الشركات انتقاء الملاعب وانتقاء الأجواء هي اللي بتساعد كمان وغير هيك التنسيق بين المنتخبات فعلي لمباريات صحي هو الأهم انت لما تلعب مباريات على مستوى عالي مع منتخب سربيا مصنف عالميا على مستوى عشرين تقريبا تقريبا اهو كان متواجه في كأس العالم فالآن احنا عم نشاهد انه هاي المباريات هي الاحتكاك الحقيقي لمنتخباتنا هي اللي بتنياها شاكد صحي فيه ناس بتقولك احنا ليش نروح نلعب مع أوروبا لا خلينا نلعب مع أوروبا في هاي المباريات المباريات القوية نشاهد لعبتنا على مستوى عالي بصراحة أحمد فيه اختلاف كلي مع المنتخب من خلال تواجد الكابتن عدنان حمد والجهاز الفني الكابتن أحمد بلقاد الكابتن حسونة بهذا المنتخب والكابتن عامر المنتخب مختلف كليا أداءا ونتائج الأداء فيه قبول من الشارع الأردني من الممكن أنه فيه بعض النقد لكن هذا النقد لا يقلل من قيمة المنتخب دائما النقد ممكن يكون من أجل التطوير لكن بصراحة منتخبنا فيه تطور بالأداء فيه تطور في النتائج فيه استقرار عم نشوف حتى الخيارات الفنية رغم توقف فترة طويلة أحمد هاي فترة اللي كانت كانت مملة جدا بالنسبة للاعبتنا فأتوقع أنه الكابتن عدنان والكابتن كريم ملوس كانوا قادرين أنهم يعملوا موازنة بين اللاعبين اللي ما كانوا يشاركوا بالبطولات واللي كانوا فترة ركود جميل جدا طيب خلينا نشوف ردود الفعل ما بعد هذا التدريب ماذا قال الكابتن عدنان حمد واللاعبين قبل السفر إلى النمسا طبعا بذكر بمباراة اليوم إن شاء الله في تمام التاسع ونصف على الهواء مباشرة بنفس التوقيت رح تكون مباراة الوحدات والرمثة رح تكون على المنصات الإلكترونية التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون صفحة الفيسبوك الخاصة بقناة الأردن الرياضية رح تتابع مباراة الوحدات والرمثة رح نتحدث عن هذا الموضوع أيضا لما نتحدث عن بطولة الدرع ولكن أذكر اليوم في عنا أيضا مباريات الدرع على الهواء مباشرة كذلك مباريات ومنتخبلها دائما عبر قناتكم قناة الأردن الرياضية خلينا نشوف شو حكى الكابتن عدنا الحمد قبل السفر إلى فيينا ولعدي المعسكر كثير مهم بالنسبة لنا خصوصا بعد توقف طويل بجزء المنتخب الجديد يتجمع نتمنى نوصل لأعلى جاهزية من هنا نوصل للمباريات نشكر الاتحاد الأردني على تقديمه على مثل هذه المباريات مستوى عالي إن شاء الله احنا بإذن الله المعسكر هذا نصطلع بإذن الله لنكون في أتم الاستعداد لنهايات آسيا متصفيات كأصل العالم بإذن الله والمباراتين هذول رح يكون كثير مهمات لنا عشان يعني نكون بالجهز المطلوب إن شاء الله مباريات تودية قوية على مستوى عالي مباراة مع صربيا منتخب كثير كثير مميز ومنتخب جمايكا يعني زي ما أنت شايف استعدادات كثير ممتازة لنقدر نجهز حالنا لتصفيات كأساسية لنهايات كأساسية والتصفيات الموهلة لكاس العالم نحن الهدف من المباراتين هذول يعني الاستفادة الفنية قدر المستطاع بتلعب مع منتخبات قوية والحمد لله رب العالمين يعني الاتحاد الأردني بخذت سمو الأمير ووفرنا كل المتطلبات لإنجاح هذا المعسكة وإن شاء الله ونقدر نستفيد قدر الإمكان من هذه المبارات الكويسة إن شاء الله صراحة الأجواء رائعة في المنتخب واللاعبين متحمسين جدا للاستحقق قادم بتعرف نحن نلعب مع منتخبات عسوية عالية مثل منتخب سربيا والنروج أيضا فإن شاء الله يعني راح نظهر بصورة جيدة ونأخذ استفادة الفنية الكاملة منها وتكون إشي مفيد لأنها فيك أساسي إن شاء الله اعتمدنا بشكل كبير على اللاعبين المحترفين اللي كان أعتقد تحدي كبير بالنسبة للمنتخب اللاعبين المهمين أنه يبتعدوا فترة طويلة عن المنافسات وبالتالي نعتقد اليوم المنتخب يعني يذهب إلى مرحلة جديدة من الإعداد على مستوى عالي كما تعرفون المراحل الإعداد أعلنت منذ أشهر سنلعب مبارتين مع سربيا وجمايكا في شهر تسعة سنلعب مع نرويج في أوسلو مع دريبيجان في باكو وشهر عشرة قبل التصفيات كأس العالم هناك بطولة رباعية للمستوى عالي تشارك في إيران وقطر والعراق أنا أعتقد برنامج موعد بشكل منتاز سيكون إلى فائدة كبيرة وينعكس بشكل إيجابي على مستوى المنتخب إذن كانت هذه الأجواء قبل السفر لبيينة اليوم مباراة منتخبنا الوطني في تمام الساعة التاسعة والنصف عبر قناتكم قناة الأردن الرياضية وكذلك مباراة جمايكا نذكر بموعيد المباريات اليوم الجمعة تسعة ونصف إن شاء الله مباراة الأردن منتخبنا الوطني النشامة مع سربيا ويوم الاثنين منتخب النشامة كما يعني أراد حسن المؤمني تسويتهم بالنشامة حتى بالاسم مع منتخب جمايكا ونتمنى أن المباريات ما تتعرض مع مباريات المنتخب الأولمبيا يعني الصراحيح نحن نقعدين بنلاقي زحمة شوي في موعيد المباريات ما بين مباريات درع المئوية المنتخب الأولمبيا أيضا بطولة غرب آسيا بث مباشرة عبر قناة الأردن الرياضية وكذلك المباريات الودية كابتن كيف ممكن نستفيد أقصى استفادة من مبارتي سربيا وجمايكا طبعا الكابتن عدنان حمد الآن نحن زمان ما لعبنا مباريات دولية ودية طبعا شيء أكيد أتوقع أنه هاي المباريات في ظل جهزية بعض اللاعبين الآن ممكن الكابتن عدنان حمد يستخدم عدد كبير من اللاعبين في هاي المباريتين الشيء المميز أحمد ما ننسى أنه إحنا كمان في بطولة الدرع المئوية شغالة إنا فهي كانت حافز كويس لمتابعة الكابتن عدنان حمد اللاعبين على مستوى الكرة الأردنية غير اللاعبين المحترفين في البطولات الخارجية أتوقع أنه الكابتن عدنان ممكن يضع اللمسات الأخيرة ممكن إحنا نشوفه بشهر سبعة لقرعة التصفيات كأس العالم المؤهن لكأس العالم فالآن ذكرتني بالقرعة عنتا في عندنا كمان قرعة كأس العالم رح تكون يوم 27 سبعة إحنا رح نشارك بكأس آسيا للتذكير في المجموعة اللي بتضم كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا هذه رح تكون بطولة في قطر في شهر واحد ولكن في قرعة تصفيات كأس العالم رح تكون في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا 27 سبعة القرعة إن شاء الله فأتوقع أنه الآن يعني المنتخب على الطريق الصحيح حتى أحمد فيه شيء يطمئن أنه نوعية اللاعبين الآن الموجودين بالمنتخب صراحة نوعية لعيبة كواليتي عالي يعني اللاعب كويسين ومميزين والاحتراف بعطي أدفانتج كبير للمدرب وللاعبين بالخبرة الدولية والخبرة بالثقافة الكروية الأكبر أو الاحتكاك على مستوى عالي لأنه اللاعبين الآن هذا سابقا لم يكن موجود عندنا كان عدد لاعبين على مستوى الأندي العربية ولمما احترامي لجميع الأندي العربية والبطولات المجاورة لكن الآن عم نشوف لاعبين موجودين بأوروبا يعني موجودين في سعودية موجودين في ماليزيا بأندونيسيا فهذا إشي بعطي أدفانتج للكبتن عدنان أنه يكون في عنده لاعبين على المستوى عالي إن شاء الله وأنا أتوقع أتوقع أنه المنتخب هذا راح يصل لبعيد إن شاء الله جميل جدا أمنياتنا بالتوفيق لمنتخب الأولمبي وكذلك المنتخب الأول ومتابعة بالتأكيد مستمرة لكل المشاركات الأردنية